اشتركوا في القناة المتعلقة بانشاء مستشفى للولادة في منطقة الرفاع على اعتبار ان المنطقة الجنوبية تفتقر الى مستشفى يخدم اهالي المنطقة في حالات الطوارئ تم اليوم الاصرار على توصية سابقة للمجرس البلدي بتحويل مركز الرفاع الشرقي الصحي الحالي الى مستشفى للولادة بعدما تعذرت وزارة الصحة من تحويل المركز الى مستشفى الولادة تم اليوم الحمد لله الاصرار على التوصية السابقة بهدم المركز الصحي الحالي بعد فتح المركز الصحي الجديد وتحويل المركز القديم الى مستشفى ولاده وذلك لان منطقة الرفاع والمنطقة الجنوبية تفتقر الى وجود مستشفى ولاده بعد تحويل مستشفى الولادة القديم الى متحف عسكري وعدم تعويض الاهالي انا اقول الاهالي وليست وزارة الصحة لمستشفى ولاده خاص لاهالي الرفاع واهالي المنطقة الجنوبية كما بحث الاعضاء مع ممثل شركة النظافة الاستعدادات التي وضعتها الشركة لاستقبال شهر رمضان المبارك مطالبين بتكثيف خدماتهم خلال هذه الفترة وخصوصا في ايام الاجازة الاسبوعية تكلمنا مع شركة النظافة بخصوص اللي هو الاستعدادات حق شهر رمضان ذكرنا لهم انه لازم ما تكون فترة واحدة نفس الفترة لازم تكون على فترتين لازم تكثيف اللي هو على الشارع اللي فيه مطاعم عند المساجد واذا بيشلون الاوصاخ لازم ما يشلونه وقت التراويحة والصالة لانه يسدونه هذي السدون اللي هو الطرقات السيارات ذكرنا لهم انه تكثير الحاويات وتكثير العمال النظافة لتنظيف هذه المنطقة وتكثيرها اكثر شيء ايام الاجازات اللي فيه تكثر فيه القبقات والعزائم الاهلية الى ذلك صلت الاعضاء الضوء على فكرة تزيين شوارع وطرقات الجنوبية بمناسبة قدوم الشهر الفضيل لافتين الى ضرورة ادراج بعض الطرق الحيوية ضمن القائمة التي تقوم البلدية بوضعها سنويا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خول الجرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة